موسيقى السلام عليكم اصدقائي بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك على السيدنا محمد قبل ما نبدأ الفيديو اصدقائي صلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام اصدقائي الغليين لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك تشجيع علينا وتسلم ايديكم اصدقائي ربنا احفظكم دايما باذن الله ولو لسه ما عملتوش اشتراك في القناة ما تنسوش تضغطوا على زر اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدة النهاردة اصدقائي جيب لكم اداتين الاداتين دولة هيساعدوا معاك في تحسين اداء الجهاز بتاعك بشكل جدير جدا من ضمن المميزات اللي انت ممكن تحصل عليها من خلال الاداتين دولة اول حاجة انك انت هتنظف الكاشات بشكل كامل للنظام بتاعك هتجلل من استخدام المعالج هتجلل من استخدام الرمات وده بيكون بشكل اوتوماتيك يعني على سبيل المعالج بتاعك الاستخدام بتاعه وصل 80% في الحالة دي اصدقائي بتبدأ الادات خفض من الاستخدام بتاع المعالج من 80% لأقصى حد ممكن نفس القصة برضو في الرمات يعني لو استخدام الرمات بتاعتك وصلت مثلا 80% بتبدأ برضو الاداء بشكل اوتوماتيك تبدأ تخفض من استخدام الرمات لحد ما توصله لأقصى حد ممكن تمام يا اصدقائي يعني الاداء بشكل اوتوماتيك هتبدأ تشتغل وتبدأ تجلل من استخدام المعالج او استخدام الرمات اما بالنسبة للاداء التانية يا اصدقائي بتبدأ تعمل نظام اكلينار او تنظيف او انه هو بيبدأ يمسح لك الكاشات فطبعا انا مش هطاول عليكم في المقدمة ويلا بينا نبدأ نسبت الادوات ونعرف استخدامها بشكل اي ادوي اولا اصدقائي والاداء معانا اسمها ديسك ماكس ديسك ماكس ودي الايكونة بتاعتها الاداء التانية اسمها مومري كلينار ودي الايكونة بتاعتها طريقة التسبيت بسيطة جدا كل اللي عليك انك طبعا هتحمل الاداتين دولا من الرابط الموجودة اسفل الفيديو في الوصف بعد كده بتبدأ تسبتهم بالشكل ده كل اللي عليك انك بتغط على الاداء دابل كليك بعد كده بتغط على يس هنا زي شايفين طبعا بتغط على يس مرة تانية هنا بتختار المسار بتاع التسبيت بعد كده بتغط على انستول بيبدأ يتسبت معاك بالشكل ده بعد ما يعمل ليك ايكونة بيشكل ده هتفتح معاك الاداء بيشكل ده طبعا هي دي الاداء تماما يا اصدقائي دي الاداء الاولى اما بالنسبة sağ الاداء التانية برضو طريقة التثبيت كل اللي عليك انك بطغط عليها double click بعد ما تضغط عليها double click بتتسبت معاك وطبعا دي شكل الاداء التانية اول حاجة يا اصدقائي بدا نستخدم الاداء الاولى اللي هي disk max ونعرف ازاي بتشتغل طيب بتضغط عليها double click بعد كده بتضغط عليها yes هنا اصدقائي من تحت عندك اربع حاجات اول حاجة عندك اليوزر والو اليوزر عندك السيستم والسيستم بلس لو تلاعظ انه مثلا اليوزر مستشعر سلاحية حاجة واحدة فى الاستخدام عندك اليوزر الاول وال seek لو انت طبعا بتستخدم اثنين yuzr على النظام بتاعك عندك هنا السيستم انك انت تقدر تختار اليوزر الاول والتانى ويعمل clicker وعندك برضو تحسين فى windows او فى النظام nucleole عندك System Plus يعني أنه هو بيبدأ يستخدم كل الصلاحيات وتقدر تستخدم كافة الأدوات فبالتالي طبعاً اللي هتبدأ تستخدمه اللي هو System Plus عشان تقدر تعمل اسكان لكل حاجة هتعطى على System Scan B الشكل ده تعطى على Next هنا أصدقاء هتفضل محددين على كل الخيارات اللي ظهرت قدامكم لأن الخيارات دي الأصدقاء هي اللي هتحسن معاكم الأداء بشكل كبير جداً لما تخلص الاسكان أو يخلص باقي الأعدادات بتاعته هنا أصدقاء طبعاً بيبدأ يحذف لك الملفات المؤقتة ملفات التيم بملفات الكاشات طبعاً هنا برضو بيبدأ يحذف لك اللي هو Clear Remote Desktop Cache وعندك برضو Clear Exibular Cache يعني بتاع التصفح وبرضو هنا بيبدأ يحذف لك اللي هو Windows Error الأخطاء بتاعت الويندوز بالأضافة كمان أنه هو هيبدأ يعمل حسف للكاشات بتاعت التطبيقات أو البرامج اللي موجودة عندك في الجهاز بالأضافة كمان لملفات الريجستري هيبدأ يحسن فيها لو فيها أي أخطاء بيبدأ يصلحها كل اللي عليك الصديق إنك بتغطي على Next في الخطوة اللي بعدية هنا أصدقاء زيون شايفين عندك كل المتصفحات يعني لو فيه أي مشكلة في متصفح عندك شات بتاعت المتصفحات برضو بتبدأ تحدد عليها بعدك بتغطي على Next الخطوة اللي بعدها برضو بتغطي على Next B الشكل ده وبتغطي على Next مرة تانية وبتغطي على Next مرة تانية وهنا أصدقاء طبعاً بيبدأ أنت هنا في الحالة دي إنك تختار ال C أو D طبعاً إنت على حسب البرتشانات اللي موجودة عندك يعني مثلاً لو إنت هتبدأ تستخدم استخدم مثلاً السي فقط ما تستخدمش مثلاً ال D لأن دايماً أصدقاء النظام بيكون متثبت عندك على السي فبالتالي مش هتحتاج إنك إنت تستخدم ال D في حاجة بعدك بتغطي على Next برضو بتختار السي برضو بعدك بتغطي على Next تغطي على Next مرة تانية كل الخيارات اللي ظهرها لك دي برضو بتبدأ معلم عليها بالشكل ده حتى يعملك Optimizer أو يعملك تسريع للنظام بتاعك بعدك بتغطي على Next بعد كده بتفضل معلم على الخيار ده وبتغطي على Next هنا بتعلم على C فقط زون شايفين طبعاً Drive Optimization هنختار C فقط بعدك بتغطي على Next وكل اللي عليك دلوقتي إنك بتغطي على Start أول ما تغطي على Start طبعاً هنا كل اللي عليك إنك بتغطي على Yes بيبدأ طبعاً هو بيبدأ يعمل Scan ويبدأ يعمل تحسين للنظام بتاعك بشكل كامل كل اللي عليك يا صديق إنك أنت بتنتظر لحد ما يبدأ يخلص كل حاجة بالكامل هتلاقي عندك الأداء تحسن بشكل كبير جداً زون شايفين طبعاً بيكون فيه شريط باللون الأخضر لازم الشريط باللون الأخضر ده يكمل لحد الآخر بعد ما يكمل لحد الآخر اعمل Start Leak الجهاز بتاعك وشوف الأداء بتاعه هيفرق معاك بشكل كبير جداً ده بالنسبة لأول أداء طبعاً أنا مش هوقفها هخليها تكمل لحد الآخر ونبدأ نستخدم الأداء التانية اللي هي الموماري كلنار كل اللي عليك يا صديق برضو طريقة التثبيت عرفتوها تبدأ تعمل لك آيكون على سطح المكتب أول ما تفتح معاك بتفتح معاك بالشكل ده هنا أصدقائي في الواجهة اللي انتوا شايفينها دي بيقول لك الموماري يوسيج اللي هو الاستخدام بتاع الرامات زون شايفين طبعاً أنا عندي 8 جيجا رام هنا وعندي الاستخدام زون شايفين مستخدم 4 جيجا فبالتالي هنا بيجيب لك الرامات بالكامل وبيجيب لك استخدامها طبعاً أصدقائي كل الخطوات اللي انت هتعملها انك انت هتغط على الخيار الأول بالشكل ده بتبدأ استخدام الرامات يتناقص معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زون شايفين كان في الأول اللي استخدام 4 جيجا دلوقتي اللي استخدام زون شايفين 3 جيجا يعني ينزل حوالي جيجا ونصف أو مثلاً بيكون فيه خدمات كترة جداً في الجهاز بتكون سحبة من عندك الرامات فبالتالي أول ما بتغطى على الخيار ده بيبدأ يجلل لك من الاستخدام بالشكل اللي انتوا شايفينه تعني حاجة طبعاً بتغطى على Clear System Cache أول ما تغطى على Clear System Cache برضو بيبدأ يحصل لك من الأداة بتاع الرامات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طيب هنا عندنا في يعني هنا طبعاً بيقول لك لو انت الاستخدام بتاع الرامات وصل عندك 80% بشكل اوتوماتيك يبدأ يعمل splash أو يعمل كلير كاشي. طبعا هنا بتقدر تقدر تعمل العملية دي كل قده كل خمس دقايق. انت هنا بتقط هنا على سين يعمل كلير لل trust كل خمس دقايق. وهنا برضو يقدر يعمل له الرمات او للكاشات بتاعة الجهاز بتاعك. يعمل لي برضو كل خمس دقايق. فانت بتعلم على السينان الاربه خيارات دول وتستنيم. بعد كنه بتضيح على الثانية. طيب لو انا دلوقتي قفلته بالشكل ده هتلاقيه طبعا شغال في الاسفل بالشكل ده. لو دغطت فبالتالي هو بيبدأ يشتغل بشكل اوتوماتيك الاداة دي اداة كويسة جدا طالما انت مسلا عندك مسلا خدمات كتيرا موجودة على الجهاز بتاعك وشغالة وتسحب من الرماية وبتعلي عندك البرسوسر فبالتالي الاداة دي خفيفة جدا ومش هتحس بيها يعني مش هتستخدم من الرماية بتاعك بشكل كبير ولا من المعالج انت كل اللي عليك انك بتبدأ تسبتها وبتبدأ تضغط على الخيار الاول والخيار التاني وتيجي في الابشن تختار الخيارات دي وخلاص كده بتقفلها وتنساها بتلاقي طبعا هي بتشتغل بشكل اوتوماتيك او بتشتغل لوحدها ده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهاردة اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم في النهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك واللي جديد اي استفسار اصدقائي اكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم وانت زرورة في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبر اشتركوا في القناة